تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي وبناء على التعميم الصادر من اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى كافة الجهات الحكومية الذي ينص على البدء الفوري بالإجراءات لتفعيل مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية الواردة في البرنامج عقدت وزارة المالية اليوم عرضاً تعريفياً لجميع مدراء الشؤون المالية في الجهات الحكومية وتم خلال العرض إطلاع مدراء الشؤون المالية على كافة تفاصيل مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة والتي تم من خلالها التشكيل وتفعيل ستة فرق عمل وإعطاؤها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة وستتولى الفرق الستة مهام استلام جميع الطلبات من قبل الجهات الحكومية المتعلقة بأبواب الصرف التشغيلية لدراستها للموافقة أو الرفض مع وضع معايير وشروط للسلاع والخدمات الأساسية التي يتم شراؤها وقد تم اعتماد آلية عمل محددة للفرق الستة تتمثل في تقديم طلبات شراء الجهات الحكومية إلى اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق من خلال وزارة المالية ومن ثم إحالتها إلى فرق العمل المختصة ومن ثم تقوم فرق العمل الستة بدراسة طلبات الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية ومن ثم يتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزرية من خلال وزارة المالية وفي النهاية تقوم اللجنة الوزرية لشؤون المالية وضبط الإنفاق باتخاذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم